في باريس الشارع ينبض مجددا بتظاهرات والتحركات التي انطلقت في العاصمة وعدة مناطق أيضا تحركات اليوم تأتي بدعوة من النقابات وبمشاركة مجموعة السترات الصفر هذه التظاهرات تطالب بالعدالة الضريبية وبرفع الحد الأدنى للأجور وتتزامن مع دعوة إلى إضراب عام يشمل عدة قطاعات من بينها قطاع النقل وسط تساؤلات بشأن تشكيل تحالفات جديدة قد تؤثر على مشهد تحركات أيام السبت تحالفات جديدة ربما ترتسم في الأفق قبل مظاهرات سبت المقبل إذ انضمت جماعات من السترات الصفراء إلى مظاهرات نقابات العمال التي بدأت إضرابا عاما في فرنسا 160 مظاهرة خرجت في أنحاء فرنسا نحو 20 ألف نقابي عبروا شوارع باريس وانضمت إليهم مجموعات من متظاهر السترات الصفراء هي سابقة قد تؤثر على المشهد أيام السبت بعد ثلاثة أشهر بقيت خلالها السترات الصفراء تشدد على الاستقلالية في تحركها لا بد من توحيد الجهود فنحن نعلم أن التحرك أيام السبت وحده غير كاف خاصة أننا بتنا نصرح عن هذه التظاهرات خوفا من الخلط بيننا وبين المخربين كل طرف كان يوزع منشوراته على حدة فهما وإن كانا يلتقيان في مطالب تتعلق بزيادة القدرة الشرائية وإصلاح سياسة الحكومة الاقتصادية إلا أنهما يختلفان في مسألة رفض النظام السياسي برمته والمطالبة بحل البرلمان لم أشارك في مظاهرات السترات الصفراء فنحن ناشطون حزبيون نعارض سياسة مكرون عبر النقابات ونطالب عبر تحركنا بتحسين القدرة الشرائية عبر رفع الرواتب وليس عبر المكافآت كما فعل مكرون استنفر رجال الأمن وقطعوا الطرق المؤدية إلى قصر الإليزي اعتقلوا عدة أشخاص واستخدموا مرارا الغاز المسيل للدموع لتفريق تجمع المتظاهرين أمام البرلمان ففي الجمعية العامة صوت النواب في قراءة أولى على قانون جديد يشدد العقوبات بحق المتظاهرين الذين قاموا بأعمال تخريب حق التظاهر مضمون لكن بشرط ضمان أمن الأشخاص والممتلكات لذلك فإن القانون الجديد يجبر المخربين على دفع تكلفة التخريب في الممتلكات الأمة والخاصة ويمنع المتظاهر من إغفاء وجهه فلابد من معرفة هوية الجميع امتنع نواب من حزب الرئيس مكرون نفسه عن التصويت على القانون احتجاجا على مادة فيه تسمح للشرطة بوضع لوائح لمتظاهرين عنيفين ومنعهم من التظاهر فرغم الخسائر الكبيرة التي تكبدتها فرنسا من جراء أعمال العنف والتخريب لا يزال الجدل محتدما حول مسألة التوازن بين ضمان الأمن وضمان الحريات عزغري بسكينوز عربية باريس معنا الآن من باريس الصحفية المتخصصة في شؤون الفرنسية مايا خضرة مايا مساء الخير مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار كما جاء في التقرير نحن أمام الآن مشهد ربما جديد تحالفات جديدة نقابات العمال تدخل على الخط تحالف مع السطرات الصفر ما الذي يجري وما الذي نتوقعه خاصة في ضوء الحديث الآن عن إضراب عام قد يشمل قطاعات حيوية وحساسة مثل قطاع النقل في كراءة أولية هذا ليس تحالف ما بين السطرات الصفراء وما بين الهيئات النقبية إنما هو نوع من الاستغلال لهذه الهيئات النقبية لحركة السطرات الصفراء السطرات الصفراء يرفضون التظاهر خلال الأسبوع لأنهم يعملون هم من العمال لذلك يتظهرون السبت لأنهم بحاجة للعمل إنما الهيئات النقبية في فرنسا لقد ألفناها وهي دائما تتظاهر عبر إقفال الجدات الحيوية في باريس وفي فرنسا إقفال الجامعات التظاهر العنيف إلى آخره ولذلك لقد تم الأول الذي صرح لدعم هذه التظاهرات اليوم كان رئيس اليسار المتطرف رئيس حزب فرنسا الأبية جون لوك ميلانشون لذلك أنه ليس بتحالف وأنما جزء من السطرات الصفراء الذين ينتمون إلى هذا اليسار المتطرف أو إلى الحزب الشيوعي الفرنسي هم الذين شاركوا اليوم في هذا الحراك لذلك أيضا لم نسمع أي موقف من قبل اليمين الداعم لجزء من السطرات الصفراء كان هناك نوع من التروي كان هناك الكثير من الصمت يمينا في فرنسا هي حركة يسرية اليوم حركة نقبية تستنهض نوع من التاريخ الفرنسي المبني على التظاهر والمبني على السورات وخاصة كومونة باريس في آخر القرن التاسع عشر لذلك هو ليس بتحالف جديد إنما نوع من استغلال اليسار المتطرف لبعض من مطالب السطرات الصفراء برأيك كيف سيؤثر هذه المحاولة التي وصفيها بالاستغلال على زخم الاحتجاجات التي ما زالت تواصلها حركة السطرات الصفر يعني دخول النقابات التي تنتمي في أغلبها أو كلها في الأحرى إلى اليسار أو يسار الوسط إذا جاز التعبير إذا دخلت هذه النقابات على الخط كيف سيؤثر ذلك على شعبية المطالب والشعارات التي ترفعها السطرات الصفر خاصة بين الحركات التي ربما تكون أقرب إلى اليمينية والشعبوية اليوم في فرنسا هذا سيؤثر على شعبية السطرات الصفراء للأسف لأنه من أول انطلاق هذه الحركة منذ انطلاقتها كان هناك تشديد على عدم تسييس هذه الحركة اليوم تم تسييس جزء من السطرات الصفراء لذلك ستخسر الكثير ربما أنني لا أؤكد ذلك ولكن ممكن أن تخسر بعض من مناصرينها هذه الحركة خاصة الذين هم ليسوا بمسيسين لا يمينا ولا يسارا الفلاحين في فرنسا لا يصوتون عادة في الانتخابات الرئاسية يعتبرون أنهم غير معنيين أن هذه فرنسا الصامتة هي التي تحركت في أول أسابيع السطرات الصفراء لذلك هذا الأمر سيدر بهذا الحراك وسيوجهه سيسبه في نوع من الإطار السياسي إطار الحركات النقابية ولكن هذا الأمر سيء لماذا؟ لأن السطرات الصفراء بعد ثلاثة أسبوع أو أسبوعين فقط من التحركات دفعوا بالرئيس الفرنسي بزيادة الحد الأدنى للأجور وبالتراجع عن الضريبة على الوقود هذا الأمر الذي نجح السطرات الصفراء بإرسائه في فرنسا عبر الضغط على رئيس الجمهورية لم تنجح الهيئات النقابية بفعله خلال خمسين سنة من النضال النقابي لذلك أرى أن هذا الأمر توقيته ليس بمناسب وإذا أرادوا التظاهر ضد قانون التظاهر الذي تم التصويت عليه في الجمعية العمومية الجمعية الوطنية هذا أمر مشروع ولكن سياسيا لا أرى ترجمة لهذا الحراك اليوم هل هناك دعوات مية داخل أوساط السطرات الصفر بالنأي بالنفس نأي بالنفس مش على الطريقة اللبنانية ولكن النأي بالنفس عن هذه النقابات ومطالب النقابات هل هناك نقاش داخل أوساط وقيادات السطرات الصفر بهذا الشأن يجب معرفة أمر هو أنه لا نقاش ما بين قيادات السطرات الصفراء هناك لا يوجد حركة سطرات صفراء إنما حركات سطرات صفراء وأذكر أنه في السطرات الصفراء هناك مجموعة كبيرة هي مجموعة السطرات الصفراء الكاتوليكية ومجموعة السطرات الصفراء المنرشية التي تطالب بإعادة الملك وهناك السطرات الصفراء على اليسار الوسطي واليمين الوسطي والسطرات الصفراء الذين يريدون البقاء في أوروبا وبعض من السطرات الصفراء الشعبوية الشعبويين الذين يريدون الخروج من أوروبا والذين يناهزون سياسة الوجوء أو سياسة الهجرة المعتمدة من فرنسا يرون أنها غير قاسية. لذلك السطورات الصفراء في فرنسا هو نوع من الظاهرة. لا يمكن أن يكون هناك نوع من الحوار الجاد ما بينهم. عندما يكون هناك حركة اليوم تستكتب البعض منهم. وإذا كان هناك تظاهرة شعبوية غدا لأليمين المتطرف ستستكتب جزء من السطورات الصفراء. لذلك السطورات الصفراء هي حالة فرنسية تجمع جميع الفرنسيين الذين يريدون أن يعبروا عن رأي معين. ولا يمكن أن أخذها على محمل أجد سياسيا. ولكن ليس اجتماعيا. سياسيا لا يوجد هناك لب لحركة السطورات الصفراء. مايا بسرعة كان هناك اليوم موقف لافت حقيقة. نائب رئيس الوزراء الإيطالي لويجي ديمايو. زعيم حركة النجوم الخمس. الخمس نجوم. حكينا عن السطورات الصفر والحمر الآن والخمس نجوم. أعرب عن دعمه للسطورات الصفراء. اجتمع فيهم بالواقع في باريس. وربما هذه أول مرة يتدخل فيها طرف أجنبي. وقال أنه مستعد لدعم السطورات الصفراء عبر المنصة الإلكترونية لحركته من أجل تنظيم تحركات على الأرض. واختيار مرشحين. إلى أي مدى مثل هذا التدخل يخدم أو يسيء لحركة السطورات الصفر برأيك؟ باختصار مايا لو سمحت. هو يسيء أولا إلى سيادة فرنسا. ولويدجي ديمايو ليس بأول مرة معروف أنه زعيم شعبوي. وحليفه ماتيو سالفيني نصح الشعب الفرنسي بالتخلص من رئيسهم إمانيويل ماكرون. ولويدجي ديمايو بما أنه زعيم شعبوي يريد أن يغذي هذه الحركة وحركة السطورات الصفراء. ولكن أرى أن تأثيره ليس بكبير جدا ويجب عليه الاهتمام بالشأن الإيطالي قبل أن يعطي دروس لفرنسا. إنه انتهاك للسيادة الفرنسية. شكرا جزيلا لك مايا خضراء الصحفية المتخصصة في الشؤون الفرنسية. كانت معنا من باريس.